سوف نبدأ بشابتر 4 في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الاكسبرمنت عن العلماء الذين اكتشفوا الاتوم نيوكليس بروتون نيو الكترون سوف نرى ان هنا مطلوبين الامتحام لكن لا نعرف كثيرا بشيء سوف نبدأ بشيء سوف نبدأ بشيء أحدا اسمه جون دالتون هذا جون دالتون هو بريتش ساينتس هو كامست وفيزيست قال عطى اربع بوستيليتس عطى قبل شي قال انه الاتوم هي سمولست ألمنت يعني شو قال قال انه اني ماتر بحيث الونيفرس كله مصنوع من ماتر بحيث الاتوم وقال انه الكمباوند هو عبارة عن كومبينيشن بين كذا اتم يعني انا مثلا سي او تو فردا هو عبارة عن كومبينيشن بين كاربون و اكسجن 2 اكسجن اتم هذا هو الكمباوند ثاني بوستيليت عطاها اللي هي عن اللو أو 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 او مثلا يعني كده نعمل بالانسينج يا مثلا هوا عند اتنان كدتحط هون اتنان وهون اتنان صح دايما الاطمز they are balanced between the reactants and the products اوكي هاي ديني لو 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 هو conservation of matter هلا واحت في اتنان الوز هنه مش سأقرب على البعض يوتبر حتى لو واحد يلي هو اللو of constant law of constant composition او منسميه law of definite definite proportions وفي عنا اللو الرابع يلي هو متل هيدا هو ذاته بس اسمه multiple بدل definite proportions multiple proportions اوكي خلونا نشوف الهون هيدا اللو شوية جديد بس كتير كتير هين يعني مثلا انا عندي هنبلش بال constant proportions law of constant proportions او definite proportions يعني اذا انا عندي مثلا CO2 الفاترP الفاترP işte الO هي 16 لاحظوا العلمة يتطلعوا هاك طب هادا السي اوتو حيبار عن كومبناشا بين شو واحدة كاربون و اثنين اكسجن يعني اذا انا و هادا اليونت لالاي هي جرام بير مول نحن نعرفها اوكي يعني هي الاي يعني هي مولار ماس اذا انا اخدت 12 جرام من الكاربون لاحظوا اكسجن بالسي اوتو الامونت اكسجن بالسي اوتو لازم يكون 16 دولة 32 جرام اوكي لاحظوا عمي حطوا 12 من هادا اذا بدون نعملوا كسي اوتو لازم يكون انه هيك لحتى انو 32 جرام في كنتراتبروه مثل هادا يعني عم نحكي انا اذا ماشي مع الماس اتوميك عم حكي كون مولار يعني وان مول اوكي عم يمشي مع الاي احسن ما ااخد ارقام انو لا فارجينكم كيف يشونوا ما نوصل اذا اخدت انا 24 جرام من الكاربون لاحظوا انو اكسجن بالسي اوتو هادا حيثي 64 جرام مثلا اخدو 36 جرام من هادا هادا رح يكون 96 جرام اوكي عم يلاحظوا انو هادا هادا عم يزيد بالقد ما هادا عم يزيد بس مش انو قضي يعني برقم كونستان انا زجيت اصمت هادا مثلا 96 على على 36 من هادا على هادا الايقوال انو سيطلع عندي 2.66 اذا اصمت هادا على هادا كمان حيطلع 2.66 اذا اصمت هادا على هادا كمان حيطلع 2.66 فلاحظوا انو هادا الرقم عم يكون كونستان هادا هو الراشيو هادا هو الراشيو الى CO2 اوكي يعني constant proportions عنده يعني انا مثلا اذا بدي اخد فردا بلا من اخد ارقام حلوة هون اخدنا ارقام حلوة اذا بدي اخد مثلا 30 جرام من الكاربون بقم انا بعملها عادة اذا 30 جرام كاربون قدام بده يكون فيه اكسجين انا بدي طلعه وعنا هون كل 16 جرام اكسجين سوري كل 12 جرام كاربون هيكون فيها 32 جرام اكسجين هاو اه هاو�� هادا هنا الايات تعالياتم اوكي هي مشكلة واحدة فيها كل اكسجين الف generated at of 16 plus COL cl فعند اثنان انا هون اثنان ضارب共 16 32 ولالاي بدهام human lang انظر حنو حتناار مولر معس المولر معس ما يعني مولر معس هي المص لهيد الاطم بكل وان مول الدعم يكون عندي المص من العيد هيد لأطم بكل وان مول عرفتو كيف هي المولر معس فانو هون طبق هدا هو 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 عبارة عن انو انا الكمباوند في عنده رقم كونستانت يعني هو بميو سل العلاق بين هؤل الاطمز يلي موجودين بهذا الكمباوند يعني مسلا اذا بتلاحظوا انتو سي او كمان هو كارمانو اوكسجن بس الكمباوند الراشي هون الراشي هون مانا مثل هايدي الراشي هون بعد قدت لها 1.3 الراشي هي 1.3 Fortune 2.3 أعرفتو أما هون هي 3.4 مع قضون هون في كومباوند the same sorrow6 هدي الراشي هر علينا هؤلاء الباكبر inspق Limparts اللو который في من كومباونت متوفر من الراحيBERT 최فERSد قysis هؤلاء البلعج فحسب بين سوى mitigate ال assistant proportion للرقم قد يستمع بدمغي انا اما الTT proportion مخيرantes هو علاقة decisions between psycho con co2 الا ا情況 منع Hol Muito ح простcommand الان لحقنا ال 어떤 او خeremi شوف موظcion نحنا أولا سققنا عن بس اعطاء ATOM هلأ نعمل هيك منتل الجنرال فيو ع السريع مشوف شو بده نحكي بعدان هنحكي مين اكتشف الالكترون يلي هو سم اسمه جي جي تومسون كمان هو بريتش هنشوف مين حكي ام هنحكي عنه لا رح نحكي عن ع السريع عن البروتونز مين اكتشف البروتونز يلي هو جولدستاي و رح نحكي مين اكتشف النيوترون يلي هو شادوك اوكي هلا نحن اللي بيهمنا هيدا هودا ما رح نحكي عنه ابدا بس انه هكتعرفوا مين بس اللي بيهمنا هو هيدا جي جي تومسون قال عمل اكسبرامنت هيد الاكسبرامنت اسمه كاثود راي تيو اكسبرامنت اوكي قال اخوه خطر بباله اعرف بدي اعمل انا هيد الاكسبرامنت بدي اثبت انه فيه شي اسمه الالكترون بالاطم اوكي فيه شي نيجاتي في تشارج موجود بالاطم بدي اصبته عمي موجود قاعد يفكر 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 شو بدي اعمل انا امركب ستاب هيدا ستاب عبارة عن مثل تيوب يعني هيك او تشامبر في كنتو عدبرو يعني هيك شي اعذروني على الرسمة يعني بتجنل ما شاء الله حط هون كاثود الالكتروض وحط هون انود الالكتروض هلا انا رح فوت كتير بالديتائيز بس انه حتيكم الفكرة العامة عن هيدا عن هيد الاكسبرامنت حط كاثود حط انود ووصلهم بشي ما بعرف شو هيدا الاشي انه خصوا بالكهراء وعمل هيت لهيدا اوكي عمله هيت لما عمله هيت نحن بس نعطي شي انا رجي نعرف هذا بالترمينال اذا انا عطيت شي مطالك انه هيت كتير كتير او مش هيت يعني اي انه انا رجي كتير وممكن يعمل امتين لالكترون انه الالكترون يعمل انه يعمله ايجاكشن الاطم يطلع حسنا فانطلع عندي هون بيم اوف الاكترونز هيدا بيم اوف الاكترونز هيدا البيم اوف الاكترونز هو بيافق انه هدا بيم اوف الاكترونز هو عمل اكسبارة متعادية طبعا هون اللي ما تنسو هون التيوب هيدا كتير عنده لوب براشر يعني البرشي اللقلة zero point one باسكالي يعني تريبا يعني نحن 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 على سطح المايا نحن الاشخاص عشين نحن على سطح المايا لنبلقها الهدفة لدينا 1.3 باسكال هنا نقول 0.1 باسكال الهدفة كثيرا معدوم هنا يمنع الاستضامة الالكترون مع الهدفة هذه الفكرة مهم فهذا الالكترون نعملهم إجاكشن من هذا الكاثود هل فكرة ان الكاثود هو عبارة عن نيجاتيف نيجاتيف تشارج هون بوزيتيف تشارج فأول مجموعة من هذا البيم ستغرق الانود واتجاه الانود واخترق الانود ونجح الى هنا هنا على فكرة نقطة صغيرة شاشات التلفزيون هي عبارة عن هذه الانود شاشات السينما عبارة عن هذه الانود ماهم هلا فإذا الالكترون نجح الى هنا عندما يأتي الالكترون يضعه مثل ماجنت هون هذا الماجنت فقط يكون هنا ماجنت وفي شي ، شارج باريك Virginia ويحصل عن الزرق مثل المجموعة من هذا المجموعة يعذا نroitبه فهون ظهور أتجاه دليل وهذا في المughters هو عبارة عن تشارج بارتكولز لحتى يأكد كلامه أكتر شو أم عمل حتى هون بوزيتف تشارج شي رود أو شي مهم بوزيتف لتشارج أو بيس أو شي و هون نيجاتف طلع على البيم هايك البيم راح تغري له الميلي شو يعني؟ يعني البيم هو كان نيجاتف لحتى راح عند البوزيتف حتى نعمل له اتراكشن عند البوزيتف عرفتوا الفكرة كيف؟ شفتوا التحليل كيف حلل؟ هذا البيم عمل له هيت هذا الكاثود عمله هيت ام عمل اجكشن لبيم هذا البيم لما مشي هيك اختلق أواشي الانود مرأة بأول تست نجح فيه وبتاني تست تعود المجنط كمان نجح فيه وبتالي تست لما حطل الرود هيدا خلص انه شو بدك بعدين؟ خلص اتأكدت انه هيدا البيم هو شي اف ناجاتف تشارج ألمنتس بارتكولز يا ربي ونطلق طالع من الكاثود هون اثبت انه there's a presence of electrons اللي هني عبارة عن negative charges negative charged particles وطلع كمان كفه بالأكسفر من تعييته مهم هم بيهمنا الأكسفر من ابدا وهم طلع راشيو Q على M equal لرقم طلعوا هيدا الرقم هون موجود مشتوبة اكسفر هيدا رقم يعني هيدا رقمي بس ما بيعرف لا Q ولا M بس طلعوا من الراشيو اوكي طلع الراشيو لقلوا هلا بنا نعرف نحنا لتشارج تعرفوا العلماء يعنو فين يوعدوا هك بالشغلوا عم نلازم شغلوا مخام بشي وهم هيدا لابدو نطلعوا للتشارج والماس اجا عالم اسمه روبرت ميليجن ما اعرف اذا كتبت صح صراحة بس انو ميليجن هم اسمو ميليجن هيدا العالم ميليجن عامل اكسفيرمنت اسمه اويل دروب اكسفيرمنت اويل دروب اكسفيرمنت شو عمل عملت سات اوب هادي سات اوب هيك جاب تشامبر يعني اوه دعيني ارسمه هون جاب هدا السات اوب هدا تشامبر وهون عليها هك متل النطور صغير حتى شوف شو عم يترجوه بالمايكروسكوب يعني اوكي وحطها متل فخت صغير حتى ينزل اويل اوكي عم ينزل اويل طيب حط هون متل رود هلا مشو شوف اقتل حط مينس ونحط واحدة بلاس طبعا هون دي موصلين على متل هيكة انو ابرتس بيعطيني انا انو فولتج اوكي بيعطيني فولتج معينة بيعطيني فولتج بيعطيني فولتج معينة اوكي طيب شو عم يصير عندي هون اوكي 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 هون اوكي ماذا اوكي 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 يعني هو في البيت دياجرام اضطي شيء فورس معينة تكنسل ام هو مش اميل حط الهوة الى فوق كيف عملت اجاه هوا الى فوق مش هي الدروب التوجيه ام حط بوزيتف تحت حتى نعمل مع اللي تحت يعني تصير هاي دي بتبعد لفوق واحط نيجاتف فوق يلي كمام تساعد لانه تعمل الاتراكشن للبوزيتف هايدي عرفتو كيفي هون دارب عصفرين بحجر واحد حط نيجات فوق فقام عملت الاتراكشن لهيدي الدروبلت الدروبلت أوف اويل وهيدي البوزيتف يلي موجودة تحت عم تعملي ربالجن للدروبلت أوف اويل فعمت بعادة لفوق صار عندي هون توازن بين الالكتريك فورس وبين الويت الجرافيتاشنال فورس امو قفت للدروبلت على مثلا لما اوه هيدي اوه هيدي يعني هاي عم يستعملها الاباراتس للالكتريك افاراتس حتى ادفولتوج معينة امو قفت للدروبلت لا عم تطلع ولا عم تنزل لقطة دغري امسك حتى العمل الكالكوليشن ما بعرفش وكلها مات الدنيا وفيزيكس قاعد يطلع كل مرة نفس الدروبلت بس انه مرة تكون كبيرة مرة صغيرة يكبر بالحجم ما هم قاعدتلو عنده الريشيوز لكيو مسلا وان سكستي ثري هندرد وانتي فور هندرد ايتي مسلا فايف هندرد فورتي نشوف فايف هندرد فورتي شكس هندرد فورتي وانثان فايف؟ نديه تعامج لا يذهب اللك، حسنا هلا ايه مثلك انا لا نجحك بالالك وليح ذهب长 ان هنا كذا عندي اللبد with 160 هذه هي 160x2 هذه 160x3 هذه 160x4 لاحظ انه يFin'm 160 وليح ذهب الكو قال انه الـ Q هو 160 زبت كولوم هدا اليونت المستعمة التي كانت هلا يعني 160 زبت كولوم يحن نحن 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 101.6 طيب السنة و ثقبت منس 19 كولوم وهيدا هي عن جد الـ Q للإلكترون يلو بصله اوكي يعني احنا هلا اذا نفكر لك ولا انا حرام عيش هون المهم هلا فأسنا هدا الـ Q وطلع الماس كمان للإلكترون وماشي الحال وخصة الحكاية هلا ما بلش بحكاية جديدة تعيت دكتور راذر فورد عنا هدا العالم اسمه راذر فورد نكتبه راذر فورد شو عمل قال هنك كمان اكتشفوا اشي انا كمان بدي اكتشف اشي علاش انه بس هنه يعني طلع هيك بهدا الـ Atom اكتشفوا الـ negative charge اكتشفوا وطلعوا له تشارت تاعه خلينا نشوف اذا في شيء positive charge بهدا الـ Atom اوكي لانه مستحيل اذا كله كله negative يعني خلص بكهربنا نحن اصلا فتطلع هيك عمل experiment لف وفاتل فيه اسمه هادي الـ experiment gold foil experiment gold foil experiment غوي ها اخل الـ experiment gold foil experiment ها ارسمه هون شو عمل قبل ما احكي عن gold foil experiment احكي عن شغلة قبل هلا مبرفز انتو اخدين انه اغلبية المدارس واصلة لـ chapter او اليونت نيوكليير بالـ physics بس راح احكي هيك معلومات سريعة حتى اذكركم فيها ان كنتو اخدين وان كنتو لا نحنا عنا بالعالم بالـ universe في شي اسمه فيه Atoms عندها تعمل decaying يعني تعمل هي نوعية هادي الـ Atoms هي radio active تعمل تعمل يعني مثلا بروكو عن غرفة الأشعة مكتر تفوتوا لاش لاش تعمل الأشعة أصلا فيه Atoms مثلا Neuranium أبسط الشي ليرانيوم اكيد كلنا سمعاني بـ ماري كوريا وراديو اكتف تاعته وهيك اليورانيوم هو لاش يسبب السرطان فيه عم يطلع منه راديو ايشنز هون الراديو ايشنز هون بيعملو السرطان بيغيروه شي بالجينز بجسمي او شي مون بأسرع لجسم هلا بدا نعرفوا نحن من كلمة راديو اكتف راديو اكتف فإذا هن عبارة عن Atoms They are radioactive بيطلعو لي من هالردياشنز من هالردياشنز فيعنا ثري تايبس فيعنا الألفا رادياشن الي هي عبارة عن هيليوم بارتكل سوري ألفا بارتكل ألفا بارتكل الألفا بارتكل هي مثل هيلوم 2 بلاس هي مثل نيوكليسايت هي بتزدلي نيوكليسايت الهيليوم أكيد أكيد مش حكي عن ايرون أكيد لا هنا عبارة عن Atoms عندهم زد كتير كبيرة أو أي كتير كبيرة فبقوموا بيطلعو لي نيوكليسايتم مثلا نيورانيوم اوكي فإذا اسمه ألفا بارتكلز في عنا شي كمان اسمه بتا بارتكلز هيدي بتزدلي هايدروجين نيوكليسايتم هايدي هايدروجين واخر شي عنا القما رادياشن القما رادياشن القما رادياشن هي عبارة عن أنرجي ما أنا بارتكل القما هي عبارة عن أنرجي فإذا بالراديو اكتب في عنا ألفا بارتكل بيتا بارتكل وغاما رادياشن اوكي هاو دي عبارة عن بارتكلز يعني أنا عنجاد عنجاد في أطوم يعني بتزدت البارتكلز حاضر مانا أزمة أمدا إن شاء الله دفنتوهم بسابعة أرب بيضلون يزدتو هاالردياشن اوكي هلا لنرجع نحنا للأكسبرامنت عايتنا بهذه الأكسبرامنت شو عمل هيدراثورد حطهم راديو اكتب ألمنت هادي الراديو اكتب ألمنت بتزدتلي أرفا بارتكلز يعني بتزدتلي أتش اي تو بلات نيوكليس مش بتزدتلي الأطوم هي زيتا لا أكد ما محزتتلي أطوم هي أصلا أطوم وحدة بس بتزدتلي مثل أنه نيوكليس في تعييته مش يعني بتزدتلي كيف بدأ لكم خاص بتزدتلي مثل أنه حفظوا نيوكيس ساعة الاتش اي تو بلات مثل نمبر اوف بروتونز هالأد مع نيوكي اوكي ام حط هون مثل فويل صغيرة فويل يعني مثل أنه غولد فويل يعني مثل هيك ورق الذهب كثير 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 رقيقة بتجي اوكي وحط حواليا مثل ديتاكتر اوه شها الرسم هادي هادي ديتاكتر اوكي وهادي الغولد فويل ضرب هالالفا بورتيكلز لما ضربوا هالالفا بورتيكلز لما ضربوا هالالفا بورتيكلز لاحظ انه اغلابيتهم يعني تقريبا هم تحكم تسعين بالمية منهم كفوا هاك نحن نعرف نحن نحن نعرف نحن نشو ان الرادي اكتب كفوا هالالفا بورتيكلز تقريبا هالالفا بورتيكلز يخترقوا عادة اوكي فا اذا هادي الغولد ضربوا هايك وطرقوا للفويل وضربوا على الديتاكتر هون اوكي وشوي منهم رجعوا لورا اوكي خليه ماس ارسلهم غير لون شوي منهم رجعوا لورا وشوي منهم راحوا بانجل شوي كبيرة اوكي يعني نعكفوا يا يمين يا شمال لا رجعوا لورا ولا كفوا لقدام طلع هايك الاذرفورد لاش انو لاشت يعني لو هي عن جاد ما فيها بطف ريجن كانت كفت كل اياته لجوة هلا همنا نستنتج نحن الرادياشن الرادياشن وهنا كانوا اكبر عدد هنا they are larger amount كانوا اكتر شيء بيستولي انو كل انو الاطم في عندها large empty space اوكي لحتى هاي دي البوزيف يعني ما رقت فيها ضلت مكفي اوكي بما انو اكبر عدد من الهوض الرادياشن كفه مثل ما هني معانته الاطم هي اغلبية او معظمة empty space هيك ما فيها شيء شيء هيك مثل انو كأنو فاضي فاضي عرفتو كيف اما الاطم اما الرادياشن يلي نعمله رجعوا على ورا هون اثبت انو الكل الاطم فيها ريجن معينة dense positive charge dense positive charge هون فيها positive charge لماذا؟ لانو هادي اصلا الهيليوم هاي اصلا هي positive اذا ضربت على نيوكليس انو انو منطقة معينة اي منطقة معينة فيها positive بده ترتد they repel each other صح؟ فاذا هون اثبت انو وجود في وجود لدانس ريجن سماها نيوكليس يلي هي positive charge بس شوفي بالغم ما بعرف انا بعرف انو فيه ريجن معينة هي positive charge بالاطم اثبت هدا الشي اما الـ radiation يلي راحوا هيك نعكفو عملوا reflection فهن اثبت انو راحوا تضربوا عطرف لنيوكليس عطرفها ام عملوا هيك هون نجري لكم هين عطرفها وعملوا هيك موسيقى